بسم الله الرحمن الرحيم. ده المتحان السادس من المتحانات كتاب الشاملة. المتحان ده هو رقم ستة في الشامل. هو فازة بجائزة او يعني منحها جائزة للايه اللي عملها في السلام العالمي. اول واحدة كتب اللي هو العرض التقديمي. اللي هو التعليم اللي هو المساهمة. المساهمة. دي معناها المؤهلات. فهو فاز بجائزة لاسهامه او مساهمته في السلام العالمي. رقم اتنين. هي خجولة. هي خجولة لانها لم تتكلم مع شخص آآ غديب من قبل. هي تحلك كده بخربشة. انت عندك هنا بيقول لك يعني معنى كده الجملة مدورة. حلو. فالماضي هيطلع بره خالص. ماضي طلع بره. وهي دي بره طلع بره عشانها ماضي. دي معناها لا تتحدث. يعني لم يسبق لها ان تحدثت او لم تتحدث. لاحز ان كلمة لا تتحدث دي مدورة لكن لم دي ماضي. طيب تعال انتقدي مع عربي كده. انت نقول لها خجولة لانها ايه? الى غريب قبل ذلك ايه? اكيد لانها لم تتحدث الى غريب قبل ذلك اللي هي دي. طب ليه مناخدش عارف انت لو كانت شاء الكلمة كنا نقول شيء يعني معنى كده ايه? ان هي خجولة لانها لا تتحدث الى الغرباء. لكن هي خجولة لانها لم تتحدث الى شخص غريب قبل ذلك. لقد كانت رحلة لا تصدق. وتجربة مغيرة للحياة. وانت حافظ المصطلح ده ومش محتاج اصلا تبص على الاختيارات كلها يعني التجربة مغيرة للحياة. والراجل مديك عشان عندك اسم بعدها. لما كان طفل هو اعتاد ان يكون عدوانيا. والله بما ان كلمة بي موجودة يا مستر فانا هستبعد لان كلمة وانا عارف ان ما يجوش بعد ده موضوع خلصان. عايزين بعدها الفعل ودفلوا اي وانا قدها يا مستر. طب ما فيش حاجة اسمها إلا لو كان بعدها بسطة برتسبل اصلا وكده كده ود ما يبقاش بعدها في مزا مدام. ده بيعبر عن العادة. يبقى الاجابة بصباحة يوزوتو. ازا بوليس. البوليس ايه الناس من القرية قبل ما يحصل فيضان. اكيد يعني ايه معاناها اخلى. يخلي الناس يعني طلع الناس باللوم برا. وهيجاك معناها يختطف. يختطف. خصوصا يختطف طائرة. وما لا يختطف بني ادم اسمها اسمها كدناب. لما اقول كدناب يعني يخطف اي اختطف طفلا. يخطف بني ادم. يبقى لو قلنا هي كدناب يخطف بني ادم لكن هيجاك يخطف طائرة. السنية دي اللي هو نحن نقتل حد من المشاهير اسمها ايه? يغتال. يغتال. يعني يقبض على. الاجابة كده اصبحت افاكويتد. استنى يا مستر. مدام انت قلتلي. انا عايدة تعرف ان دي ما لهاش في الدنيا غرر باحتمالات قصة من بالله. وملحوظة. بص موضوع خلصان. اربع احتمالات وملحوظة. الاحتمال اولاني انك بتجيب لي بعد وش تو المصدر. الاحتمال التاني انك تجيب لي بعدها كود او وود والفعل في المصدر. زائد المصدر. الاحتمال التالت انك تستخدم ماضي بسيط. الاحتمال الرابع انك تستخدم ماضي تاني. كم احتمال دول يا باشا? اربع احتمالات. طيب اول واحد كده نستخدم تو المصدر امتى لو مفيش فاعل. اقول لك اي ويش تو كم اي ويش توستادي. ناخد امتى كود والمصدر لو المعنى قدامك في الجملة مستقبل. ناخد ماضي بسيط امتى لو المعنى في الجملة مدارع. ناخد امتى لو المعنى ماضي. لو المعنى ماضي ناخد ما يتهم. وهكذا. طب هتيجي نشوف كده. بس نسيت اقول لك الملحوزة. الملحوزة ان ممنوع يأتي بعد. وش ممنوع يأتي بعدها تصريف اول. اطلاقا. من الفعل او من الفعل المساعد. طب ما تيجي نشوف اختيار كده اول واحدة بسم الله الرحمن الرحيم وإن اللي قلت لها طلع برة. وانت وإن اللي طلع برة. لكن هي لو هنفكر فيها. باقي معك. انت بتقول اتمنى لو ان الطريق يصلح ولا يصلح لا الطريق يصلح. يبقى انت عايز مجهول. يبقى الموضوع سهل لطيف لو انت ماشي بالفهم والممطق والدنيا تبقى ماشية جميلة معاك. هي عندها ايه? بشأن لطعام البحري يعني. هي هات عمرها ما جربتها عموما يعني. بس هي بتقول انها هو طعم وحش. يا بنت جربتي لا ما جربتوش. بس هو طعم وحش. هي بقى كده عندها انحياز ضد الطعام البحري. طب ليه مش معناها حساسية. انت بكون عندك حاسية من الحاجة يعني لما تكلها بتتعب. فقالك هي اصلا عمرها ما جربت الطعم البحري. وبتقول انها طعم وحش وسبالة وما بحبوش. يبقى ده اسمه انحياز ضد طعام البحري. ما تنساش ان الكلمة دي زي كلمة. هذا الطبق الايه بنسبة لهم? زير. عايزة افضل اطباقهم. افضل يبقى انت عايز تفضيل. بس انت قلت لقبل كده. اننا لو يكون عند صفة ملكية. او او زا كلهم بنجيب بعدهم صفة التفضيل. يعني مسلا جيب اقول لك مسلا او ازا انت مرفعش تاخد زا لي ان في هنا زا اللي هي صفة الملكية فاحداتك هتاخد موصل وبالرعاة طول. القلوب دي مش عارف ليه حس انها مهمة. ما سمعش امه هي بتناديله. عشان هو كان يعني كان مستغرقا في القصة او في اللي عمل بلعبها. معناها متأثر معناها مختلط خلط يعني معناها مجمع يعني يجمع او يوحد. مصنع جديد اكيد مش يبني اكيد يبنى. دي معلوم ودي معلوم ودي معلوم. هما التلاتة بره من غير ما نبص على زمن ومعنى ولا اي حاجة تاني. مصنع جديد يبنى. اليوم الطويل في مدرسة اتعبها. معناها اتعبها. هنا بمعنى معناها ينقشع او يزول يعني. ولا ورقا وتحنسيبها للاخر معناها يحفر وبعدين يعني يسلم. رغي في السؤال بولك كلمة معناها متعب او اتعبة. كلمة اتعبة ديت. بتساوي ايه اكيد الكلمة اللي انت مش عارف معناها دي. كلمة معناها قبلة. يبلي. يبلي شخصا يتعبه او يرهقه ومعناها برضو مع الملابس بمعنى الملابس البالية. اخبرتني ان هي ايه في ايطاليا. اه شنطيتها في ايطاليا زهير بفور السنة الماضية. والله بمعنى انه قال لي زهير بفور يبقى حضرتك عارف انك انت عايز موضي تام. حلو? طيب ادي عندي هيدا موضي تامة هي. ودي عندي موضي تامة هي. لكن هايز مضارع مضارع مستمر وانا كده كده اصلا عارف ان كلمة تأتي في المستمر وبنانا عليه روحنا دي وروحنا دي. طيب ازا الاجابة اصبحت المحقق استخدم ايه? عشان يحدد الشخص اللي سرق المجوهرات التسويف. الوعي. المحقق دايما بيستخدم المنطق. طيب ماجيك اللي وسحها. هي قالت هي قالت ان هي احساته ساعدهم جميعا اه دي حلوة. حضرتك انت قلت لقبل كده مدام في يبقى انا عايز حاجة من اتنين. يا اما ان اسم جمع يا اما اجيب ضمير مفعول. مش ضمير فاعل ولا اي حاجة تانية. وده ضمير فاعل فاقوله طلع برة. وكممكن اقول لك جميعهم يبقى كده بوس اي ان سي. هي يعني هو بالغة في دوره في الانقاس. كلمة يعني يبالغ يعني يكبر دوره يعني اقول لك عملت وعملت مع انه ما عملتش حاجة خالص. عكسها بقى يكبر يبقى عكسها يصغر. اللي هي طيب وكلمة دي ممكن تسوي كلمة اللي هو يعنيها يكبر الحجم. لا تتقلق انا متأكد ان كل شيء ايه سيكون. بما ان ايام شور موجودة فانت عارف ان دي عايزة ول. والمعنى اصلا عايز ول. فانت تقول لها تقلق انا متأكد ان كل شيء سيكونوا على ما يرام. ايه من الامسالة دي ممكن نحط في اخرها قاعدة كده خلصانة وعادة تقتنع بها وتشربها عندك. انك دايما بتجيب وات ا واخيرها لازم يكون عنام التعجب. يا له من ولد سيء. ممكن نقول ما قلناش عشان بيقول اسمي يا جمع. ممكن نقول لك ما جبناش ايه برضو عشان انا عندي اخبار اسم مفرد لا يعد. طيب. فهنا حضرتك انت عايز تختار دي من جبل ونشاه يكون او عملاق. طب عندك كم سنة ده سؤال. لو سمحت تساعدني جملة خبرية عشان بطلب منك طلب. هل انت عمل زي ما انا لك يا ابني جملة خبرية برضو اخرى نقطة. طيب الجملة اللي بعد كده. اسمع بقى كده في نص بيحكي عن دور النساء في المجتمع المصري. ايه الافضل انت قلت له معناها ايه? معناها ادعاء. يعني جملة عامة كده. للمرأة المصرية ممكن تيتم توظيفها في في الوظائف الكبيرة في المجتمع. النساء هم نصف المجتمع وخلف كل رجل عظيم انت قايا امرأة. في الاقتصاد هم بيديروا معرفش ايه كده. وهم ممكن يتم اختيارهم او اه يعني انتخابهم في البرلمان. لاحظ ان دي شرح ودي شرح ودي شرح او تفسير لكن دي اللي تنفع انت بتقول المرأة نصف المجتمع وخلف كل رجل عظيم من المرأة. وبعين تفسر بعد كده. والراجل بقول لك كيف الجملة ايه من دول افضل يبقى رقم به افضل اكتر واحدة ممكن تعملها عدوء عنوان واعين تشرع. ايه من دول مش معمول لها ترقوم سرين. همسك جملة بجملة. شي سبت ودلكومة بعدها. تاني كده ما عليش شوالك ايه من دول يعني مش معمولات القنام سليم. اول واحدة. شي سبت ودلكومة بعدها يبقى كده تمام زي الفل اللي احنا عايزينه. وبعدين ادالي السؤال بين اقواس لحد الاخر. وبعدين انت استفهمك الجميلة. يبقى الجملة دي مضبوطة وزي الفل. طيب شسامي. لأ حضرتك. المفهود انك تقول لي سيرتي. فصل آآ هايفن هير هايفن وبعدين اول وبعدين في الاخر او ايا كان. لاني تصفها مركبة. وبعدها اسم فانا عايز هايفنات. طبعا دي مش هايفن دي نقطة اخر الجملة. يبقى الجابة رقم بي هي اللي مش معمول لها ترقيم صح. طيب. بعد كده القطعة. تقولت ناثنج كان لا شيء ايمكنه ان يعيش او يستغني عن ده مصطلح داري وهنحافظينه معناها يستغني عن الطاقة. البنقدمين الحيوانات والنباتات بيحتاجوا الطاقة اللي كي يعيشوا والماشين ازا الالات بيحتاجوا الطاقة عشان تشتغل. اللي همين دول معظم الطاقة اللي احنا نستخدمها ما زالت تأتي من الوقود الحفري زي الفحم والزيت والغاز اللي تم تشكيلها تحت الارض من مئة ملايين السنين. احنا بنسميها مصادر غير مضيطة للطاقة لان هما ممكن يستخدموا مرة واحدة. وبسبب كده. لازم نقلل استخدامنا للطاقة لغير متجددة ونستخدم اكتر مصادر متجددة للطاقة زي اللي بتيجي من الشمس والرياح والجيو ثيرمال انرجي. دي معناها تحت ارضية يعني الطاقة بتيجي من تحت الارض. لقرون عديدة. الرياح استخدمت لبحار السفن. هنا في ملحوظة قاعدية عايزة تعرفها. انت ممكن تقول زواند از يوزد تو سيل شيبس. الجملة دي كده مزبوطة. از يوزد تو معناها يستخدم في. وبدل ما تقول از ممكن تعملها منطلع تام وتقول هاز بين يوزد تو سيل شيبس. الجملة كده صح. عارف انت را قلتلي بقى هاز يوزد تو سيل يبقى كده غلط. حضرتك انت عايز اصلا في الاول هنا عايز فاخدتلي هنا از. وهو تاخد في منطلع التام فيبقى هاز بين فتبقى لتنين دول صح يستخدم فيه. قمال امتى يا مستر نستخدم از يوزد تو وبعدها اي ان نجي لو معناها اعتادة ان. المهم فهلو بقول لك اه يسيلت شيبس اند تو بام بوطر والضخ المياه. از يوز تو بردوز الاكتريستيليمان دول بتستخدم في ضخ الكهرباء. او ده الكهرباء. بقول لك الحاجات دي كلها بتستخدم اه ما التربونات الهوائية اللي بتقول البحر تستخدم عشان تولد الكهرباء. اهتميات كبيرة من الكهرباء. والمياه هي ايضا المياه مصدر مريدد للطاقة اول مرة عرف الله. كميات ضخمة من المياه بتستخدم في الساد العالي في اسوان من بحيرة ناصر. اه الطاقة الكهربائية بتدعم بتزود مصر بالكسير من الكهرباء. بالاضافة الى كونها بالاضافة الى كونها رقيصة في الانتاج. ما بتلوسش البيئة. دول اخرى بتعتمد على الطاقة النووية. الطاقة اللي بتنتج لما يحصل انفشطار للنواة. لأول الزرار. هاوبر بالرغم من ده كله بتنتج طاقة خطيرة جدا. اللي لازم يعني لازم يتم تخزينها لالاف السنين قبل ما تكون امنة. يعني عشان تبقى امنة وما تضرش البشر. الحوادث اللي بتحصل في محطات الطاقة النووية خطيرة جدا بالنسبة لحياة الناس وصحتهم وللبيئة كمان. الطاقة التجم الشمسي افضل اشكال الطاقة المتقددة. العلماء بيؤمنوا ان الطاقة الشمس ستستمر لأكتر من خمسة بليون سنة كمان. الطاقة الشمسية دي ممكن نحن نمسكها يعني ونخزينها. بقول لك ان من الضروري لنا ان احنا نوفر الطاقة في منازلنا واماكن العمل. بقول لك لكي نوقف استخدام الطاقة الغير المتقددة. ايه من دول صحيح? اول واحدة. ماكينات محتاجة الطاقة عشان تعيش? لا عشان تشتغل. المتقددة من استخدمها مرة واحدة? لا طبعا. في استخدم اكتر مرة هالك كده. كان بسطور الطاقة الشمسية ممكن نخزينها? اه. غير متقدد. يعني هستمر للابد ليه? يبقى ده غلط. يبقى لجابة صحي كده يا رقم ان الطاقة الشمسية ممكن ان تخزن. حتى قال لك في القطع نصا كان بي آآ كابتشارد اندستورد. في بالجلبة التانية. ليه في آآ التربينات هوقية بطول البحر. عشان المكان يبقى شكل حلو ولا تبروديوس الالكتوريستي لانتهي الطاقة اكيد التربينات الهوقية لانتهي الطاقة فرقا بيه. الطاقة الكهرومائية بتخلي الطاقة بتصنع الطاقة من المياه. هيدرو هيدروجين يعني يبقى وطر ما انت عارف ان اتش تو او باع وانت عارف ان ده هيدروجيني يبقى مياه. ليه لانهم بيخلصوا زي هيستمروا للابد لا بتحرق لأ برضو. بيجي من الحيوانات برضو لأ لانها بتستخدم مرة واحدة فبنقول عليها مصادر هاو دو وي جيت نيوكلير باور ازاي بنحصل على الطاقة اللي نيوكلير اللي هي الطاقة النووية. نيوكلير باور. فروم ازا اه من الهاي دام لا الهاي دام دا بتديني الكتريسيتي. فروم ويند التربين بتاعة الكهربا دي بتديني كهربائية. باي سبلتينك اتمز مادام فيها نيوكلير يبقى سبلتينك اتمز. يبقى رقم سي. كلمة المعناها يستغني عنه. اللي هي تليف وزاوت او دو وزاوت رقم بسيلي صح. لكن يتواصل او ينسجم وليف وزي يعيش معتمدا على او يعيش معه اجري وزي اتفق معه. كم عادل اصادر يخرب بدا سؤال. كم عادل مصادر الطاقة المتيددة مذكرة في القطعة تعجبهم الاول بقى كده ونشوف. عشان انا نسيت. اه. انا مال هتكلم من ساعتها والفيديو واقف معلش. ده واحد. اه والجوتر اتنين ونيوكلير باور تلاتة والسان اربعة. يبقى كده اربع مصادر للطاقة. والراجل مديني هنا فور يبقى فور. المصادر الغيموتية للطاقة. بتضم من بينها يعني الطاقة الكهرومائية لأدية من المية يعني كده دائمة. والشمس دائمة. القمر مالويش علاقة ما فيش طاقة قمرية اساسة. يبقى الجاس اللي هو لانه من الاقود الحفري والاقود الحفري. اه من الوقود اللي غير مطيشتد. طيب زير is at least one kind of animal which really flies. بقول لك على الاقل في نوع من انواع الحيوانات which really flies. بطير. زبات الخفاش. زير are some birds for example the ostrich. انا سمي المثال في انواع زي النعامة. اه and the home which don't fly but run. الطيور دي ما ما بتطيرش بتجري بس. عموما يعني however birds are made to fly. الطيور دي ربنا خلقها عشان تطير. it used to be so that this it used to be so. يعني اعتدنا ان نعتقد يعني ان هذا هذا الطاقة بتأتي من the fact that their bones are hollow and can be filled with air or because they have little sacks filled with air all over the body. بقول لك الاعتقاد دا جاء من ان القدرة الطيور دي انها تطير من حقيقة ان العظام بتاعتها هشة. يعني ممكن تتحرك يعني. and can be filled. يعني مرة ممكن نملأها. نملأ الملأها بالهواء. or because they have little sacks او عندهم عندهم ساكس اكياس يعني. بتملأ بالهواء في جسمها كله. but today ولكن اللي من دول. it is no longer so that these sacks in the الكياس دي. and air filled bones. العظام اللي تتملي بالهواء. make the bird able to fly. بتخلي الطائر يعرف يطير. it's better to look at the way in which bird is as. الافضل ان احنا ننظر للطريقة اللي الطيور is shaped. شكلها ايه بالضبط? بقول لك. it looks like a boat with the pressed bone for a nail. بقول لك. it تبدو كأنها with the pressed bone and if we think of air. لو احنا فكرنا في الهواء. in the same way like water. بنفس الطريقة اللي احنا مفكر في الماء يعني. we shall see how this nail helps the bird. هنعرف ازاي ان هذا احنا بساعد الطيور. air of course. الهواء بالطبع has much less resistance in it than water. الهواء في مقاومة اقل من المياه. yet the bird in the air and the fish and the water have much in common. يعني السمكة اللي في المياه والطائر اللي في الهواء فيهم في اشياء مشتركة بينهم. with its wings بالجناح. ال bird propels itself through the air. بقول لك بالجناح ده الطائر برمو نفسه بحرك نفسه في الهواء. and just as the boat has to rudder by means of which it is directed. وده بنفس الطريقة اللي بنوجه به المركب في البحر. so the bird uses the the feathers of its tail to take its course. بقول لك ان الطيور بتستخدم الطيور بتستخدم الريش بتاعها عشان تحدد وجهتها في الهواء. it has been said that in proportion to its size. بيقال بان وفقا لحجم الطائر بيقول لك ان وفقا لحجم الطائر فقدرة او قوة الجناح بتكون متين مرة اقوى من قوة الانسان. متقناة بقوة الانسان. birds of the birds of the birds of the birds يعني الطيور بتحصل على thrust اللي هو القوة او النفاع يعني باستخدام العضلات القوية. عن طريق ان هما بيعني بيقلبوا باجنحتهم. بعض الطيور بتستخدم الجاذبية عسابي المثال. عسابي المثال لما ريجي تقفز من الشجرة. عشان تديهم دفع للامام. للقتال. بعضهم بياخد يعني مود القري والانطلاق من الارض. مختلف الطيور عندها قدرة مختلفة على التكيف. عشان تتكيف مع احتياجات الرحلة اللي هي بتطيرها او الترم بتاعها. بعد الطيور صغيرة ويمكنها بعد الطيور عندها القدرة انها تغير من شكل جنحها لكي تطير بشكل سليم. اتحرك بشكل سليم. وراجل بيضرب لك مسال هنا بالسقر. بقولك السقر بالجناح الكبير الضخم بتاعه. يعني عنده قدرة ان هو يطير بسرعة عليها وانو مختلفة من الطيور بها لطيور البحرية ما عرفش بيكون عندها القدرة انها يعني تغوص باتجاه مباشر او بطيام مستقيم بسرعة عليها في المحيط للقلج السمك. حس ان القطعة دي مش من الهواء والماء هما الاتنين ايه? يعني بتقاوم الاجسام ولا بتساعد الاجسام ولا بترفض اي شيء ولا يعني بتثير اشياء مختلفة. اكيد بتقاوم الهواء بيقاوم الطائر والماء بيقاوم الطيور بيقاوم السمك. السؤالة التانية راي بقولك. لم يعد واعتقد ان. الاكياس اللي بتملق بالهواء يعني اللي عندها القدرة المرنة يعني. معادش زالة الاعتقاد بتمنع الطيور من الطيران لهو قالك لما بتملوا هوا بيطيروا. فانك شنقازا نيل بتمشي كانحناء برضو لا. بقولك كان زمانة الناس ما تخيلها ان الطائر بيملق الاكياس دي بالهواء فبطير. بيكون الهواء يعني زي البلونة اتملقت هوا فبطير. فده بسعادة من عالطيران وده يتعتقد خاطئ. بيستخدم الطائر الريش اللي فزيله. علشان يوجهو. يبقى تديريكت اتسلف. حاجة كده مغرقت عم فضني حلاة سهلة. طيب هاو دازة هوك سبيد. السقر بيطير ازاي باستخدام الجناح. البيج البيج وينج سبان زي ما قال كده في القطع دي. قلدي نصن برضو. اهي. البيج وينج سبان وينج سبان وينج سبان. كنجيب اخذ عليك. هوك وز اتس لارج وينج سبان. طيب what is the body of bird shaped like. البودي الجسم بتاع بتاع الطائر عمل زي المركب. قال دي فوق في التشبيه. الكلمة اللي تحتها خاطل هي كلمة دي معناها قلنا اندفع يعني بتصوبوش. اللي قللي الحيوانة الوحيد اللي بيطير الخفان شوية اول سطحة في القطعة. عزام الصدر. اه اللي هوك قال لك ان عاملة زي 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 الكيل اللي بي اه لا ده قال لك ايه? قال ايه? قال ايه الكيل ولا النيل. اجيبها كده من هنا. اهي. بقول لك هنا ايه? طبعا بود دي اجابة سؤال اللي فات لقبل ده. يبقى كده كيل زي ما اتفقنا رقم ايه? طيب اللي بعد كده الترجمة باشا بقول لك تلعب رياضة دورا مهما في بناء شخصية او بتشكيل شخصية الفرد وتعليمهم القيم الجيدة القيم والمواقف الجيدة. طيب يبقى انت كده عايز الجيدة. هنا الحميدة الحميدة المهمة دي برر لعبة. ما هو الحميدة يعني كده انت تطير اتنين برر. رقم به طلعت برره. ورقم ده لتلعب برره. تلعب الرياضة دورا حيوان في بناء شخصية الفرد. وتعليمه القيم والمواقف الحميدة وهنا تلعب الرياضة دورا تنمويا مفيش تنمويا. وقال لك قال لك دورا حيوي. يعني يبقى كده الاجابة اللي فيها حيويا دي اللي هي الرقم الف. قطعة او موضوع الترجمة ده موضوع سهل يعني اربع درجات في جيبك المفروض. علينا ان نرشد استخدامنا للمياه. قطعة الماء درب او ووتر. اه 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 اغلاء من ان هدراه اه 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 يعني او جيد. الحرب القادمة قد تكون اه 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 او بوا المياه. همسك واحدة بواحدة. قطرة المياه يعني سمينة او غالية انها تهدر الحرب المقدمة او المقبلة. طيب انا هعمل حاجة عشان في في جميلتين هتطلعوا زي بعض تماما بس عايزين نكمل كده عشان اقول لك الفكرة اللي فيهم. فالجملة الاولية كده احنا شايفين لحد اللواتي صح. قلبة التانية. قلت لك طبعا لا. احنا عايزين بردو بردو بره اللعبة. يبقى انت عندك دي بره. وعندك دي بره. نفس الجملة دي هي نفس الجملة الاولى. بس الفرق بينهم ان هنا وهناك اللي هي ماسك في بعضها. الفرق بينهم فين بقى نجيب الصبورة بس لحظة كده. بص اول واحدة كده عايزة تعرف ان كلمة على بعضها كده دي ظرف. معناها ربما. زي كلمة بالزبط. فهم كنقول لك دي عالي مسلا ربما ان عليه قوي دي واحدة. لكن كلمة المنفصل عنها دي معناها ربما يكون. فهم كنقول لك بقى علي وبعدين عالي ربما انه او ربما يكون قويا. تعال شوف كده جملتك. انت بتقول لحرب المقبلة ربما تكون ربما تكون على المياه يبقى الايجابة رقم سي اللي صح. لكده بعد قصة اول سؤال بقول لك يعني جو كان راجل طيب اه ومتفهم بص انت قدامك الف اجابة ما تكتبهم. رقم واحد. رقم اتنين. يعني كان دايما مؤيد لبيب. رقم تلاتة. رقم اربعة. تقبل ذلك بحماس. رقم مش عارف كم كده. لما كان غير لطيف مع جو كان برضو مؤيد. ممكن كمان نقول واحدة كمان. دفع كل ديون كل دول صح. ممكن كمان واحدة كمان. ممكن نقول كان لطيف مع امراته برغم انها كانت قصية معه. يبقى دواح اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبع حاجات انت ممكن تقولهم هنا. ولا انصحك تكتل السبع حاجات لو انت عارفهم عشان تتلاشى موضوع نموزهج الاجابة. عشان انت نوزهج الاجابة ممكن يكون في واحدة بس من دول. انت حابب شخصية انت ممكن تقول يس او ننطح انت حر. انا عن نفسي هقول يس. طب ليه عنه? لانه كان راجل امين عمر ما فكر يسرق فلوس بيب. كان ممكن مستر مجودش يبعت فلوس لبيب وهو يضربها وم حدش فايا خد باله او حد عارف. الحاجة التانية ممكن نقول نو. طب ليه عنه? لانه خد استلا بعيد عن امها. وكان بساعد مجودش اللي كان متهم او حرامي. وكده خلصنا الانتحان ده. باقي معانا ان شاء الله سبعة وتمانية وتسعة وعشرة. واحنا باشين كده كل يوم امتحانين بامر الله. السلام عليكم وعطلا وبركاته.